وكان نواب قد حذروا من الذهاب إلى المجهول في حال عدم اتفاق الكتل السياسية السنية والكردية على دعم حكومة علاوية وأعتبروها بأنها مجازفة في الوضع السياسي الاضطراب السياسي الذي شاب جلسة الأحد ليس بالجديد على المشهد السياسي العراقي حيث اختلاف الفرقاء والشركاء جلسة البرلمان واحدة من تلك الشواهد التي عكست حيثيات هذا الاختلاف الجذري في أصل العقلية السياسية في العراق النأم عن تحالف سائرون عباس علاوي حذر في تصريح صحفي من الذهاب إلى المجهول في حال عدم اتفاق الكتل السياسية السنية والكردية على دعم حكومة محمد توفيق علاوي واعتبرها بأنها مجازفة كبرى في الوضع السياسي العراقي بنحو كبير وقال إن الكتل السياسية كان عليها أن تعي خطورة الموقف السياسي وعدم رضى الشارع عليها وسط هذه الصورة أوساط أخرى بيّنت في مواقف متفرقة أن علاوي سيرأس حكومة انتقالية ولا وجود ضرورة لتقسيم الحقائب الوزارية أو المطالبة بالاستحقاق الانتخابي كون الحكومة الحالية ستعمل على تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة فقط نواب منكتل أخرى بدورهم أوضحوا أن حكومة علاوي وفي حال لم تبصر النور في الأيام المقبلة بنحو كامل أي بكامل وزاراتها على الرغم من دعوة علاوي لعقد جلسة استثنائية أخرى فإن الأمر سيصار إلى أحد خيارين أما تسليم المهام إلى رئيس الجمهورية برهم صالح أو اللجوء للمحكمة الاتحادية للبت والاحتكام في الأمر هذا وكان رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي قد دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية من أجل تمرير كابيناته علاوي وفي كلمة متلفزة سابقة أمام الشعب طالب النواب الشعب بتحمل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وأن لا تمنعهم المصالح الخاصة عن اتخاذ القرار الصائب الصحيح علاوي وفي ذات الكلمة التي تذكرها الشعب قبل أيام تعهد بإجراء تحقيق حول كل ما وقع في ساحات التظاهر وففح العناصر التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية وملاحقتهم قانونيا وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت مواقعهم والإفراج عن المتظاهرين السلميين على حد تعبير كلمته التي استقطبت اهتماما ملحوظا حينها وسبق لنواب قد أكدوا أن كل المؤشرات تدل على أن حكومة محمد توفيق علاوي ستمضي حتى وإن كانت منقوصة مبينين أن الأخير أنجز ملفات 19 وزيرا جاهزين للتصويت باستثناء ثلاث وزارات هذه التصريحات كانت قد سبقت جلسة الأحد الصاخبة